اشتركوا في القناة العراق وان لانت مفاصله وهز الارهاب مدنه وضواحيه لفترة من الزمن لا يمكن ان يكون ذلك مسوغا لتدخل ايراني في شؤونه وسعي نظام الولي الفقيه للهيمنة على مستقبله عبر سياسات فوضوية ترتكز على ليج الاذرع ودس سم الطائفية في عرس البلاد الديمقراطي فها هو العراق في اهم مرحلة له للخروج من دوامة الاضطرابات والخراب الذي خلفه ارهاب داعش والاقتتال المستمر بين الفصائل المسلحة كاد ان يكمل فرحته الديمقراطية حتى وبلا سابق انذار دوا انفجار في خزائن مفوضية الانتخابات في بغداد ليحرق الصناديق التي كان من المقرر اعادة فرز عشرة بالمئة منها للاعلان عن النتائج التي بدورها ستحدد من سيترأس الحكومة ويقود البلاد خلال الفترة القادمة هذا الحدث الجريء خلق عدة تساؤلات في الشارع العراقي والعربي لصالح من جاء هذا الانفجار من الطرف الذي لم يرغب باعادة فرز الاصوات هذا الواقع المضطرب الزم ايران لتحقيق اهدافها ان تضاعف مساعيها والتي تجسد التدخل الايراني في الشؤون العراقية بشكل واضح وذلك بهدف التفوق على تحالف الصدر ولضمان استمرار التدخل وضفت ايران سفيرها في بغداد والذي بدوره التقى على مأدبة افطاره كلا من مجتبى خامنئي نجل المرشد الاعلى وقائد فيدق القدس الارهابي قاسم سليماني وزعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس قائمة فتح اضافة لقيادات ميليشيات الحشد الشعبي هذا اللقاء المشبوه يضع علامة استفهام كبيرة على الدور الايراني العبثي الذي بات لا يأبه لاستقرار الدولة العراقية فما الذي يفعله كل هؤلاء في بغداد العربية بعد ساعات من حادثة الحريق المريبة بات الشارع العراقي يرى ان اللجوء الى الصناديق وممارسة حقه الدستوري واختيار مستقبله دون تدخلات خارجية واملاءات ايرانية هو الفشل الحقيقي للنظام الايراني الذي يجند الارهاب ويتبنى التزوير والكذب والطائفية سبيلا لتحقيق غاياته الارهابية وكل الحقائق تقف شاهدة على اثر تدخل نظام الولي الفقيه في العراق خصوصا والمنطقة عموما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر